هقف مع المطش عندنا مطش يوم الخميس اللي جاي ان شاء الله مع الدخلية عندنا مطشات مهمة جدا في اليورو النهاردة وعندنا نتائج ومباريات نار طبعا كنت بكلمكم على واشوفهم يمكن اتنين من افضل مطشات اللي تلعبت في اليورو السندي على مستوى مش بس الكورة الاحداث السيناريو المشكلة العقدة بتاعت الدرامي عارف لما يبقى دايما اي بنا درامي يتقلك انه بقى في عقدة وازاي العقدة دي او بنوصلها وتتصعد الاحداث وازاي العقدة دي بتتفك في النهاية ويبقى المسلسل او العمل الدرامي مكتمل العقدة اللي حصلت في مبارات انجلترا ووسوفاكيا فكرة انه السوفاكيا اسيسا تتقدم على انجلترا طول وقت المباراة وانه انجلترا بالسكوارد بتاعها ده بكل نجومها بكين بفيل فاضن ببيلنجهام بكل الكتيبة دي بوكايوساك كل دول وقفين مش قادرين يعملوا حاجة للمنتخبه ومش قادرين يهددوا مربرة السوفاكيا بالعكس كان فيها هجمات مرتدة كتير جدا للسوفاكيا تقدر تحسب وتزود بيها النتيجة بدل ما كانت واحد ممكن كانت تبقى اثنين وكانت تبقى ثلاثة ويجي بيلنجهام في نهاية المباراة او في الدقيقة الاخيرة من الوقت بدلت ضايع كان اعتقد خمس دقيقة او ست دقيقة يسجل ويتعادل لانجلترا بعد ما كانت خلاصة على سلم الطيارة هتودع اليورو وكان سوفاكيا هو الاقرب للتأهل هي دي الدراما اللي كانت في كرة القدم مش بس الجري والمهارات والتكتك والتحركات والفرص طبعا احنا بنتكلم على اقاع ورتم مختلف تماما عن اقاع كرة القدم المصرية او الافريقية حتى الحقيقة كم كبير جدا من الاثارة والمتعة وتعالوا نشوف نتائج بطشات مبارح مع حضراتكم عندنا طبعا البرتغال وسلوفينيا انا كنت الحقيقة مراهن بشكل كبير جدا على البرتغال لكن المنتخب سلوفينيا كان اكتر من ند في مباراة مبارح انتهت المباراة بالتعادل بنتيجة 0-0 وحسمتها البرتغال صالحها بركلات الترجيح بنتيجة 3-0 فرنسا وبلجيكا المباراة اللي انا ما اتفرجتش عليها مباراة كانت عبارة عن حالة هجوم مستمر للفرقتين هجمة هنا وهجمة هنا 90 دقيقة انت بتنهج مع اللعيبة اللي بتجري في الملعب انتهت طبعا بفوس فرنسا بهدف سجله في مرمى في الدقائق الاخيرة هدف ضال في دقائق قاتلة يعني كورة جت اعتقد في الدقيقة 85 اتسددت على مرمى بلجيكا ارتطمت بركبة في مرمى بلجيكا ودخلت مرمى بلجيكا وتقالت فرنسا وخرجت بلجيكا جيل اعتقد يعني واحد من الاجيال اللي ظلمتها كورة القدم بشكل كبير جدا واعتقد على بلجيكا انها تفكر في بناء جيل جديد لانه اعتقد معظمهم يعني اهم النجوم في منتخب بلجيكا اعتقد خلاص نهاية مشوارهم بالكتير قوي ممكن ممكن يعني يلحقوا بكسر عالم القادمة لو تأهلوا وبعد كده اعتقد هيكون صعب ان هما يظهروا باتكلم على ديبراينا كاراسكو لوكاكو وغيرهم من النجوم ماتشاط النهاردة في اليورو نبدأ بماتشاط اليورو النهاردة عندنا رومانيا في مواجهة هولندا هتكون الساعة 7 بتوقيتنا في القاهرة والنمسا في مواجهة تركيا في العشرة مساءا ودي اخر جوالات الاسبوع ده في اليورو دور الستاشر وبالتالي من بعد كده نبتدي نخش على صراع العمل نروح لكوبا امريكا كوبا امريكا كان في مباراتين في فجر اليوم كانت المباراة الاولى بين بانما وبوليفيا انتهت لصالح بانما بنتيجة 3-1 وامريكا في مواجهة الاورجوي والاورجوي تفوقت وقدرت تحسن المباراة لصالحها بنتيجة 1-0 فجر بكرة ان شاء الله بإذنها فجر الاربعاء يعني بعد منتصف الليل النهاردة عندنا مباراتين واحدة منهم ضرب نار البرازيل في مواجهة كولومبيا وكوستاريكا في مواجهة باراجوي دي مواجهات كوبا امريكا النهاردة ان شاء الله بعد منتصف الليل واحدة الساعة واحدة بتوقيتنا في القاهرة واحدة الساعة 4 فجر بكرة ان شاء الله نتمنى لكم متعة اعتقد انه الكل هيركز على البرازيل وكولومبيا وبركة تبقى فيه منتهى القوة فاصل ونرجع ندخل في التفاصيل